ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل العسيرة إذا شئت سهلا رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ترفة عين ولا أقل من ذلك أصلح لنا شأننا كله اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين مع الدرس الثالث عشر من دروسي علامات الساعة بسم الله الرحمن الرحيم نازلنا نتحدث عن علامات الساعة الصغرى وقد ذكرنا في الدرس الماضي علامة واحدة وهي شرب الخمر واليوم سنذكر علامة واحدة أيضا من علامات الساعة الصغرى وهي أن تدد الأمة ربتها وسنعرف هذه العلامة إن شاء الله تعالى تفصيليا على قدر ما يلهمنا الله تعالى إنه على ما يشأ قدير وبالإجابة جدير سألين المولى أن يفتح علينا بها وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى العلامة الثامنة والعشرين أما العلامة التاسعة والعشرون من علامات الساعة الصغرى أن تلد الأمة ربتها ومن العلامات الخطيرة أيضا التي كثرت وانتشرت هي أن تلد الأمة ربتها ما معنى هذه العلامة؟ وما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ سنقرأ هذا الحديث وسنعرف ما معنى أن تلد الأمة ربتها عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال الصدق قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعنم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها يعني علاماتها وأشراطها قال أن تلد الأمة ربتها وفي لفظ عند البخاري أن تلد الأمة ربها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشائي يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أشاهد من الحديث الجميل قوله صلى الله عليه وسلم أنت لد الأمة ربتها وفي الأخرى ربها والسؤال ما معنى ذلك؟ قال بعض أهل العلم يتزوج الرجل السيد الأمع والأمة امرأة من الإيماء العبيد فيتزوج السيد الحر أمة من الإيماء فتنجب له ولدا فينسب هذا الولد من هذه الأمة إلى أبيه وينشأ سيدا بانتسابه لأبيه في الوقت الذي تبقى فيه أمه أمة من الإيماء فقوله صلى الله عليه وسلم أنت لد الأمة ربها يعني سيدها أو أنت لد الأمة ربتها يعني تنجب هذه الأمة بنتا وتصبح البنت سيدة بالانتساب لأبيها وتبقى الأم من الإيماء فتلد الأمة ربتها يعني سيدتها فهذا قول لبعض أهل العلم ومنهم من قال أنت لد الأمة ربتها أو ربها بمعنى قد ينكح السيد أمة من الإيماء فتنجب ويكبر ابن هذه الأمة ثم تباع هذه الأمة في سوق من الأسواق وتعود هذه الأمة لتكون أمة عنده وهي في الأصل أمه وهذا معنى آخر في معنى أن تلد الأمة ربتها أو ربها أما المعنى الثالث الذي هو أحسنها عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أو ربها قال الحافظ ابن حجر عن معنى قوله عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها أو ربها بمعنى هو كثرة العقوق من الأولاد قال وهذا أمر يكون بالقرب من قيام الساعة لأن الأمور تنعكس بين يدي الساعة فيصير المربى مربيا والسافل عاليا فأطلق عليها ربها مجازا لذلك أو المراد بالرب المربي فيكون حقيقة فهذا أقرب الأقوال لتفسير قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أو ربها إذلك هذه العلامة قد كثرت وانتشرت وهي كثرة العقوق من الأولاد بصورة تدمي القلب كثرة العقوق وأصبح المربى مربيا أصبح الإبن الذي يتربى على يدي والده وعلى يدي أمه أصبح هو مربيا يأمر الوالد ويأمر الأمة بصورة لا تليق بمقام الأمة الكريمة أو بمقام الوالد الكريم فكثرة العقوق هي علامة من علامات الساعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها يعني أن تعامل البنت أمها معاملة السيدة لأمتها وأن يعامل الولد أمه وهذه الصورة قد انتشرت وانتشر العقوق بصورة مؤلمة تدمي القلب إذلك أقول أن الوالدين هما نعمة من أجل النعم وقد لا يفطن كثير من أولادنا إلى هذه النعمة إلا إذا فقدها والوالدان يندفعان بالفطرة بالحب والعناية والرعاية والإحسان إلى الأولاد بل ربما يضحي الوالدان بالعافية وبالراحة وبالطعام وبالشراب من أجل إسعاد الأولاد ونجد أسعد لحظة حين يخرج الوالد الطعام من فمه ليطعمه لولده وأسعد لحظة على الأم حين تسهر الليلة كاملا من أجل أن ينام طفلها لذلك يمتص الأولاد كل رحيق وجهد وعطاء وعافية من الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية وهما مع ذلك سعيدان لذلك فعطاء الوالدين لا ينفد ولا ينتهي لكن من الأولاد من ينسى هذا العطاء والحب والحنان ويندفع إلى جحود ووحشية وعصيان ونكران بالإساءة إلى الوالدين بلا شفقة أو رحمة أو إحسان حين يسيء الولد لأبيه أو حين يضرب الإبن أمه وهذا من أبسع صور العقوق فإذا وصل الأمر إلى هذا فإنما هذه دلالة على قرب قيام الساعة ولذلك فقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادته وتوحيده مباشرة قال تعالى وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بل وجعل النبي عليه الصلاة والسلام الشرك أكبر الكبائر وجعل الكبيرة التي تلي كبيرة الشرك هي العقوق وعن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين يقول ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات مقرونة بثلاث لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها أما الأولى قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه والثانية قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاء فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه والثالثة قوله تعالى أنشكر لي ولوالدي فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه وهل تعلم يا أخي المؤمن أن العقوق هو السبب من أسباب الطرد من رحمة الله والحرمان من الجنة فمهما قدم فلا فائدة لأن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا يعني لا يقبل فرضا ولا نفلا يوم القيامة عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بالقدر ويقول عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق بوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال يعني المرأة التي تتشبه بالرجال في كل شيء في كلامها وفي لبسها والديوث يعني هو الذي يرضى الخبثة في أهله ويرضى بالفحش والفاحشة في أهله ذلك علينا أن نعلم أن العقوق لا بد من أن تجني ثمرته في الدنيا قبل الآخرة ويقول عليه الصلاة والسلام اثنان يعجلهم الله في الدنيا البغي وعقوق الوالدين ومعنى البغي يعني الظلم لذلك أيها العاق فلا بد من أن تشرب من كأس العقوق لقد ذكر لنا أن ولدا صفع أباه على وجهه وعندما هم بعض الناس بضرب الولد فقال الوالد لا اتركوه لا تضربوه فقالوا له لماذا فقال هذا ابني فقالوا له إنه ولد عاق لا بد من أن يؤدب فقال الوالد لا هذا دين أنا أسدده وقال لقد ضربت والدي في نفس هذا المكان على وجهه وهذا عابد من عباد بني إسرائيل وهو جريج وقصته مشهورة كما روي هذا في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا يعني لم يكن فاسقا بل كان عابدا زاهدا فاتخذ صومعة يعني اتخذ مكانا بعيدا منقطعا عن أعين الناس وتفرغ للعبادة والطاعة فكان فيها يعني كان في صومعته فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي يعني أواصل الصلاة أو أجيب أمي فأقبل على صلاته فانصرفت يعني واصل الصلاة ولم يجب أمه فلما كان في الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت يعني كان يصلي كل أوقاته تقريبا فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال إي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات يعني لقد غضبت أمه ولو سألنا ولماذا تغضب وولدها يصلي وهل من الشرع أن يواصل الإبن الصلاة ولا يجيب أمه الجواب على هذا إذا كان في صلاة الفريضة فعليه أن يواصل الصلاة وأما أن كان في صلاة نافلة وسمع أمه تنادي عليه ويرى أن أمه في حاجة ملحة إليه ففي هذه الحالة عليه أن يقطع الصلاة وليجب أمه وهذه هي مكانة الأم في دين الله تعالى وفي دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال بأن الإسلام ظلم المرأة أبدا لا فإن الإسلام كرمها أما وكرمها بنتا وكرمها زوجة لقد كرمها تكريما ما كرمت إياه في أي تشريع على وجه الأرض لا في الشرق ولا في الغرب لذلك فقد انفعلت أم جريج انفعالا غريبا ودعت على جريج الرجل الزاهد العابد التقيه علينا أن ننتبه بأنه لم يسبها ولم يضربها ولم ينهرها بل لأنه كان في عبادة وفي طاعة فقط لم يستطع إجابتها إذ هو في الصلاة فقالت أمه اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات يعني وجوه الزواني أو الزانيات فاستجيبت دعوتها على جريج في حق هذا الرجل الزاهد العابد يقول عليه الصلاة والسنة فتذاكر بني إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه لكم قال تعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك فقال أين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي فصل فلما انصرف أتى الصبية فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي هذا الطفل في المهدي يعني لم يزل مولوداً فكيف خاطبه لذلك علينا أن ننظر إلى اليقين عند جريج كيف وصل إلى هذا الحد من التقوى ومع ذلك تستجاب فيه دعوة أمه فينطق الله هذا المولود وهو في المهدي ويقول فلان الراعي يعني ابتلي بدعوة أمه ونجاه الله تعالى بعبادته ويقينه وصلاته حينئذ يقول عليه الصلاة والسلام فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوه الشهد من الحديث هو أن دعوة أم جريج استجيبت في ولدها ويقول عليه الصلاة والسنع يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن استغفر لك ففعل والعجيب أن سيدنا عمر ابن الخطاب يطلب من تابعي الاستغفار له وسيدنا عمر من هو هو الصحابي الجليل الكبير الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوما ربه أن يعز به الإسلام وقال عليه الصلاة والسلام كما في الترميذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر ابن الخطاب لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر ابن الخطاب فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل فلقيه عمر وطلب منه أن يستغفر له وهذا كله بفضل بره بأمه أصبح مستجاب الدعوة ويقول عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت من هذا يعني من هذا الذي يقرأ القرآن في الجنة قيل هذا حارث ابن النعمان كذاكم البر كذاكم البر يعني كان حارث أبر الناس بأمه رضي الله تعالى عنه لذلك يا أخي المؤمن لو استطعت أن تقبل رجل أبيك فهي قبلها ولا تتقاعس والله إن أبويك طريق لك إلى الجنة وأنت يا أختاه المؤمنة لو استطعت أن تقبلي قدم أمك فافعلي ولا تتأخري إنها طريق لك إلى الجنة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ويحكه إلزم رجلها فثم الجنة لذلك أسرع يا أخي قبل يدها قبل رأسها ضمها إلى صدرك وأطعمها أنفق عليها وأكرمها أسعدها بكلمة وأسعدها بعطاء والنبي عليه الصلاة والسلام قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سعلت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله لذلك فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله فهذه حقيقة يجب علينا أن نعلمها وأن نتعلمها عن عبد الله بن عمر بن العاص قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله قال فهل والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما وفي لفظ آخر أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد وفي لفظ جئت أبايعك على الهجرة ولقد تركت أبوي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ويقول عليه الصلاة والسلام من الكبائر شتم الرجل والديه لما سمع الصحابة ذلك قالوا يا رسول الله وهل يجتم الرجل والديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه علينا أن ننتبه إلى هذا الكلام النبوي رجل تسبه أنت بأمه فيسب أمك فتكون قد وقعت في كبيرة العقوق في حق أمك أنت كذلك تسب أبا رجل آخر فيسب أباك فتكون بذلك ارتكبت كبيرة العقوق في حق والدك فيا أخ المؤمن ويا أخت المؤمنة ربما الآن يبكي أحدنا ويتأثر ويقول لقد فتحتم علينا الجراح فمن من توفي والده ومن من توفيت والدته فماذا نصنع الآن أما زالت هناك فرصة أستطيع بها فعل شيء قبل أن أموت مع أن الوالدين قد رحلا إلى الله سبحانه وتعالى الجواب على هذا نعم علينا أن لا نيأس ولنعلم أن الأمل في الله لا ينقطع وباب الرجاء لا يغلق حتى ولو كنت عاقا في حياة الوالدين ما عليك إلا أن تجدد وأن تغير العقوق إلى بر وإن مات الوالدان فلزال باب البر مفتوحا ولزال طريق البر لك ممهدا لكن المهم أن تشرع وتخطو بسرعة على طريق على طريق البر كيف ذلك الجواب مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال عن أبي أسيد السعدي يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهم به من بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستخفار لهما وإنفاذ عهودهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم الذي لا رحم لك إلا من قبلهما الآن سأشرح معنى هذا الحديث أولا الصلاة عليهما ما معنى ذلك ليس المراد بالصلاة هنا الصلاة المعهودة إنما المراد بها هنا هو الدعاء للوالدين ربما يقول لي أحد الناس من أين أتين بهذا الكلام وهنا يقول الصلاة عليهما فنقول هذا المعنى كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يتصدق أحد الصحابة عيث قال عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على آلي أبي أوفى ذلك الصلاة عليهما هي بمعنى الدعاء لهما هذا أولا ثانيا والاستغفار لهما ما معنى ذلك يعني استغفر لوالديك كما ربياك صغيرا ثالثا وإنفاذ عهدهما ما معنى ذلك يعني إنفاذ الوصية التي يوصي بها الوالدان ما دامت الوصية شرعية وليست محرمة رابعا وإكرام صديقهما وصيلة الرحم الذي لا رحم لك إلا من قبلهما ما معنى ذلك كان ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه إذلك يا أخي المؤمن أختي المؤمنة العقوق كبيرة من الكبائر وعلامة من علامات الساعة كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة ربها وهو أن يعامل الولد والديه معاملة السيد للعبد وأن تعامل البنت أمها معاملة السيد للأمة أسأل الله لنا أن يبارك في والدين جميعا وأن يرحمهما في الدنيا والآخرة اللهم إن كان من والدين بين يديك فتغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك ومن كان منهما حيا فأحيه على طاعتك وتوفن معه على سنة نبيك وعلى ملتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين وفي الدرس القادم إن شاء الله سنعرف تتمة بعض علامات الساعة الصغرى والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حبيب كل حبيب ويا حاضرا ليس يا غيب ويا أنيس كل أنيس ويا مغيث ويا كافي ويا شافي ويا من هو لجميع خلقه معافي اكشف لي عما هو في نفسي خافي سبحانك إنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين